جميع الهال يطمحون ليكونوا كمربيين ناجحين لأطفالهم يعمدون أيضا إلى اتباع أسليب تربية يرونها الأفضل لتحقيق هذا الهدف لكن مع عاطفة الأهل وتغلبها في بعض الأحيان على المنطق في بعض المواقف أثناء تربية الأطفال يكمن السؤال كيف يمكن للأب والأم أن يكونان مربيان ناجحا إذن حديث مفصل في هذا الموضوع والخطوات الناجحة لتحقيق ذلك مع الاستشارية التربوية نورة نحاس معنا في الاستوديو أهلا بك ويسعد صباحك يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين صد الله صباحك أستاذ نورة بداية وبصريح العبارة كيف أكون مربي ناجح؟ بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء مربي ناجح أول شيء نحكي المربي ما هو المربي في كتير فرق بين المربي وبين الراعي يعني الرعاية تعني أن نؤمن الأشياء الفيزيولوجية التي تتساوى فيها جميع الكائنات الحية أما التربية فهي أن نساعد الطفل على النمو ونساعده على التطور سواء كان نفسيا أو اجتماعيا أو حتى جسديا لما يكون الولد مرتاح نفسيا واجتماعيا بتلاقي نموه صار أفضل فلما بيكون ببيئة تربوية صحيحة وإيجابية يستطيع أن ينمو هذا الطفل إذن أنا أكون مربي ناجح حين أكون مساعد للطفل على نموه ويعني تطوره كان ذهنيا بكريا اجتماعيا مثل ما قلنا بحيث أنه كل ما يخطي خطوة أكون متبع لأله مكتشف لأله مهلل ومصفق لأله بهذه الطريقة الولد بيشعر نفسه أنه هو منجز أنه هو عم يكبر أنه هو ينمو فعلا ما بيصير هذا الكنيكت بينه وبين الوالدين بيحس الولد أنه هو يوم عن يوم عم يكبر وهي العلاقة لما بتكون قوية بين الأب والأم وبين الولد بتكون تربية أما ما سواها لهي طعميته شربته نيمته لبسته بجامع نظيفة حممته اشتريت له تياب جديدة فهي لا تسمى تربية أبدا حتى أضيف على ذلك أنه بعض الآباء والأمهات أنه كتبته وظيفته مع تهي تربية لا موتربية خليت يروح على المدرسة الصبح بكير حتى وإن كانت هذه الأشياء والأسليب مهمة أيضا في حياة الطفل طبعا مهمة ولكن ليس التربية هذا أداء واجب أما التربية اللي أنه بيساعده على النمو يعني مثلا التدريبه على كيفية مسك الملعقة هذا اسمه تربية أما يعكل طعميته فهي ما يتربية ليس تربية أبدا مثلا فيأته راح المدرسة هاي رعاية أما فيأته بطريقة صح وحكيت معه كلام صح إيجابي وطلعته بطريقة إيجابية من البيت هذه هي تربية وهو طالع عم يسمع أشياء إيجابية عم يسمع توصيات ومحبة عم يسمع نصائح من الماما وعم تنتظره بيباي على البالكون وهو جاين مثلا عم تضمه وتحتضنه هذه اسمه تربية أما لما طالع من البيت وليك أنه في حدا خد صندويش البس حزائك ربطي شعرك مدري شو يلا على السريع المدرسة وإجا الولاد يلا أخط الحزاء محله ويلا على الطعام هذا ليس التربية فهناك نوع من التربية الذي نبحث عنه اللي هو أن نساعد الطفل كل يوم وفي كل موقف على النمو واكتشاف ذاته واكتشاف الأشياء والكون الحول طيب خلينا نحكي من نقاط عملية فعليا هي الأمور اللي لازم يأخذها بعين لاعتبار كل مربي لحتى بالفعل هو يكون مربي ناجح بداية وقبل كل شيء كن قدوة يعني الأب والأم هنا نقاعدين بالبيت وعم يحترموا بعض وعم يحكوا بطريقة مؤدمة مع بعض أمام طفل عمره سنة أو سنتين أو خمسة عشر سنة تأكدي تماما إذا كانوا محترمين بعض أمام هذا الطفل أو المراهق حيطلع إنسان مربى بنتربية يعني مربى منيح أما لما هنين جايين عم يتخانقوا مع بعض كقدوات أمام الطفل فأوريدي حيطلع الطفل مثلهم فوتوكوبي لأنه هو صار عندنا موزج عملي لطريقة الفعل وردة الفعل فنحن اللي عم نصنعه بالقدوة ثانيا أهم شيء اللي هو تحمل المسئولية أنتوا ككبار كمربين كأبا وأمهات أشعروا أنفسكم أنه أنتوا مسئولين عن هذا الطفل وخلوا يتحمل جزء من المسئولية حتى لو كان صغير يعني أنا لدي أطفال ولدي أحفاد فلما الطفل بيقع إياك تمسكه فورا وتقومه لا خليه يعتمد على نفسه ويحط إيديه بالأرض ويطلع رجله ويقوم وصفق له لما يقوم لما يكون الطفل مثلا عنده مشكلة وقع لعبة أو شيء ما تجيب له إياها فورا خليه حل مشكلته ويتحمل مسئولية أخطائه فهين إحنا عملية تطوير الطفل أنه نخليه كل شوي يقع ويشيل حاله أو تقع على اللعبة أو لما نندهله يطلع بعيونه ويكون جاهزين هاي كل الأشياء بتخليه ينمو بالتفاعل مع المجتمع إذن قلنا أول شيء القدوة ثاني شيء تحمل مسئولية ثالثا نكون إيجابيا كتير ناس يكونوا مربين يحسبون أنهم مربين وبيعاملوا الطفل بيقى سلبية كيف؟ بيركزوا دائما على الأمور السلبية مثلا لن بسأل بجيني استشارات بقال لها شو صفات ابنك شو ميزات وحكيلي عنه بتطلع عيوب العالمين كله في الولد والأشياء اللي عم تحكيها هي شغلات طبيعية جدا بيمروا فيها كل الأطفال عيوب تربوية لا مو عيوب تربوية نمو يعني من مطلبات النمو أنه عنيد مثلا أنه الولد مثلا عنيد برافو عليكي أنه هو عنيد فتعتبر هذه الصفة صفاء سلبية وأنا أعتبرها صفة إيجابية جدا لأما الطفلة حتى لو عمره سني استطيع أن أكتشف هذا سيكون رجل عظيم أم رجل عديم الثقة بنفسه ومنطوي ومتحجر رأي ليه لأنه لما يكون معتمد على نفسه مثل ما أنا ومتحمل مسؤولية ومكتشف مهاراته هو بيعرف حاله لما بيقوم بيقوم لحاله ما بيعتمد حتى لما بتجي بتساعده بيأمن لك هيك أنه هو عرفان يقوم لحاله هذا إنسان يستطيع أن يكون متحمل مسؤولية في المستقبل إذن هذا العناد يعتبر أنه إيجابي بتجي بتسأليه شو صفاته بتحكي لك كل السلبيات مع الأسف أين الإيجابية؟ تقول لك فيه إيجابية فلانية عم بتقولها بالزور لا أرجوكي عزيزتي الأم عزيزي الأب انظروا بإيجابيه لأطفالكم والأشياء اللي عم بتعتبروها أنه هي سلبية للتعاملات مثلا أحيانا يكون ردة فعل غلط من ولا تكون أحيانا وقع شيء من إيده أحيانا يكون تعامل مع أخوه أو رفيقه بطريقة غلط خليكن حاضرين واعتبروا هاي الأشياء خدوا الناحية الإيجابية يعني مثلا هالمرة أنت وقعت لأنك ما انتبهت مرة الجاي أنا متأكد أنه حتشيلها حتشيلها الطريقة صح لاحظ العبارة كيف اختلفت بين أمهات بعض الأمهات شو بيقولوا أكيد حتوقع مرتين أنت طول عمرك بتوقع الأشياء من إيدك ما بتنبهتك وما انتبهت يعني هاي الطريقة السلبية بالتعامل مع الأطفال بترجعون لورا بتحسسوا أنا ما فيني نافع أنا ما لي فايدة خليني بمنطقة الراحة وما بدي أتقدم لأدام ولا إنجازات والناس يتضحكوا علي أو يسخروا مني أو ما يصف قولوا ما يهللوا لي خينا نكمل مرة تانية إذا الأول شي القدوة تحمل مسئولية كن إيجابيا خليه تحمل حل المشكلات وحده كثير حلو أن الأمهات والأباء يحضوا قدام الأولاد يقولوا عننا المشكلة فلانية بالعيلة مثلا عنا نقص بالراتب خينا نقول الشارع دعنا ضغط شو رأيكم نعمل عصف زهني ونحلمه بعض المشاكل سواء عمره ست سنين سبع سنين يعني طبعا دون خمس سنين ما حيف همي القصة شو رأيكم كل واحد فينا يقنن بعض من مصروفه لحتى نحل المشكلة الموجودة شو عندك آراء يا أحمد يا سارة شو رأيكم بموضوع هذا النقاش العائلي والأسري الحميمي بيخلي الولد ينضج بيحس حاله أنه ذو أهمية بأسرته أنه الناس ما اعتبرينه أنه هو إنسان له مكانه وله التقدير والاهتمام إذن يجعله يتقدم برأيه خلينا نكمل كمان البوحة المشاعر نحن مقصرين كأبا وأمهات لما يجي الولد بدي أقول غضبان أو بدي أعبر عن رأيه أسكت قليل أدب ما بسي تتكلم أمام الكبار ما بسي تتكلم أمام سيدنا عمر تكلم الطفل تكلم وعرف كيف يتكلم فلين إحنا منكم الأفواه ولما بيكبروا منقول لهم تعلموا الحرية أبداً مو هيك الحرية لما بيكون صغير كون حر ومؤدب من نفس الوقت خليه عبر خليه يقول كلمات طيبة أو كلمات غاضبة ولكن بصوت منخفض ممكن يعبر عن مشاعره الحزن الطفل ممكن يحزان ليه بتقول له ما تحزان ليه بتقوله للصبي لا تكي وله هو إنسان بالنهاية فلما بيطلع الأحزان الداخلية بيطلع الفرح بطريقة صح بيعبر عن مشاعره بطريقة صح بيطلع إنسان سوي إذن هذه نصيحة الأخيرة فيك تضيفي طيب عليهم كمان أنه بيحبوا الطفل ويكون مسالي طبعاً لما نحن نكون شوفين عنا في شيء اسمه حماية زائدة يعني منحط الولد منحطه بقمقم ومنقله بفقاعة مقعقة منقله إياك تتحرك بالطريقة الفلانية وإياك تقول بيض والشي قدام الناس بدي إياك بيرفكت حتى لما يروح ويروح تايماً يروح قدام الناس ويشوف حاله بابنه أنا ابني بيقعد جنبي على الكنباية ما بيقوم هذا ميثالي والله غير طبيعي وغير سوي فالولد اللي بيحرك وبيقوم تلاقيه اكتيفتي هيك طول النهار مشير هذا هو الإنسان اللي عم ندور عليه اللي هو هيكتشف الأشياء كثير كثير صعب على الطفل يتحمل إنه يجي بدي يمد إيده على شيء ويلمسه سخن ولا بارد ولا خشن ولا ناعم ولا شلون صلب ولا بنكسر ولا ويجو الأهل يعملو له بس هذا قطع للطريق الاكتشاف ممكن بإيدك انت تاخديه وتلمسيه للولد من عمر الشهور ممكن وتفرجيه هذا شو تعمل له ربط الكلمة مع الملمس أو الشيء اللي عم يلمسه فهذا نوع من الاكتشاف والحرية بالاكتشاف بينمي ذكاء الطفل بالكبر سوفانورة غالباً ما تقتل المشاكل الأسرية ومشاكل الحياة والمعاناة وضيق الحال كل هذه الصفات الجميلة التي ذكرتها قبل قليل التي يجب أن تتوافر في المربي سواء الأب أو الأم هنا المربي كيف يتغلب على هذه المشاكل وينفذ كل هذه الصفات بحرية وبمزدقية أيضاً مع طفله يعني كلنا عايشين واقع مر مع الأسف ما في حدا عنده واقع كله حلو أحياناً بتحلو أحياناً بتمرمر الحياة فيها تشكيلة نحنا ما رح نكون ميتاليين وبعيدين على الواقع الأب جاي المساة تعبان والأم تعبانة طول النهار والولد مثل ما أنا زكي ونشيطه ومسكوه يعني لأنه الولد ما عم يقدر ينضبطه فأول شغلة نعتبر الأطفال أنه هن الأمانة نحن مهما توترنا ومهما نضغط علينا نعتبر هاي الأمانة اللي هي خليفة الله في الأرض بين إيدينا ونحن اللي عم نصنع هذه الخلافة عم نصنع هذا البني آدم اللي حيكون من بعده أمه إذا اعتبرناه أمانة رح يخف علينا الموضوع ليه؟ لأنه لما نعتبره حمل ثقيل وأنه أنا واجبي وبدي أقوم بغصبي عني وإلى آخره حيزيد الضغط أكتر أول فكرة غيره وقوله هذا خليفة الله في الأرض وأنا مأمن عليه ثاني شغلة هذا الطفل معزور يعني فيه بالمطاعم مقولي أنا بحبه كتير الزبونه دائما على حق وأنا أقول الطفله دائما على حق رح تستغرب ليه؟ لأنه الطفل ما يدري يعني جاهل لا يدري بالأشياء إنت بيكون مو على حق لما بيعيد الشغلة أربع مرات خمس مرات وبيعاند بدي يعمل غلط ده كل وقت بإمكانك أنك تصوب أما أول خطأ والثاني والثالث مغفور منبدأ من رابع ورايح ما بيكون الحق معه إذن أول شغلة أنه نعتبره أنه أماني ثاني شغلة أنه نقول هذا الطفل معه الحق لحتى يتعلم أنا مهمتي أنه أعلمه ثالث شغلة وهي الأهم الثنين الأول اللي هي أخفف الضغط بالتفريغ بخارجي يعني ما أنتظر أمسك الولد وأنا مضغوط 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 وأمسك الولد وأطلع كل غضبي فيه يجب قبل أنه متعاقب الولد قبل ما تنبهه قبل ما تدخل على حدود الشخصية كون عندك نوع من التفريغ بره كيف؟ في كتير تمرينات ممكن نعدل عشرة ممكن نطلع لبره شوي ناخد نفس عميق ممكن رشة عطر كولونيا شو بدك؟ خفف التوتر والغضب اللي عندك حتى ما تطلع كل اللي عندك داخل الولد النقطة مهمة أيضاً اللي هي التعاومة بين والدين لما واحد من الوالدين بيكون غضبان التاني يهدي الوضع يمسكوا من إيده يهدي يرجعوا عن الولد لأنه أحياناً فعلاً بيصير نوع من العنف اللي لا محدود مع الأطفال يعني الأب جاي غضبان والأم تقول له كل ما يكقدة بس إنه الولد مثلاً سرع أو كذب بيطلع غضبه من السائق ومن الموظفين وبالشارع وشو عنده مشاكل بالبره كله من الشارع بيجيبه على الولد بالولد أحياناً يصل إلى المشفى من كتر الضغط هل يشرك المربي الطفل بمعاناته بمشاكله بمعنى أنه يأتي له في يوم من الأيام سامحني يا ولدي أنا في هذا الشهر أعاني من ضيق مالي معين عندي مشاكل في الشغل فمعاملتي ستختلف مثلاً هلأ هو ما حيقله معاملتي ستختلف بس ربما هو اختلفت المعاملة فالولد حصل خطأ كلتنا من غلط يعني ما في حدا مثالي حتى المتكلم يعني يخطئ فنحن أزوقعنا بالشرك اللي هو الفخ وأخطأنا بحق الولد وألحقنا به عقوبة قوت أكتر من اللازم فهنا يجب أن نأخذ نقطة نظام يرجى أن نأخذ نقطة نظام نأخذه بلد على طرف ونقول له فعلاً بابا أنا كأنه اليوم أسيت عليك كتير حلو هذا اللطف والرفق بالتعامل أنا كتير مجربته مع أبنائي ووجدت فيها صدق كتير حلو وصاروا لما بدي أرفع الغضب لفوق اللازم ينبهوني تاعدوني يعني فليما نوصل بالعلاقة نحن والأولاد ده مستوى من الصداقة بحيث أنه يمسكوني لما أغلط ما سيدنا عمر سيدنا عمر اللي هو سيدنا عمر كان يقول قل لي اتق الله لما أكون غلطاً فكان ينزل من على الجمال ويحط رأسه على الأرض فما بايكون نحن لسنا قضاة ولسنا عساكر ولسنا جنود نحن أسرة بالأخير وآباء وأمهات مكلفين بالحفاظ على هذه الروح اللي بين إيدنا فأكيد الضغط والتوتر حيلعب دوره بس خلينا نفرغ برة وبعدين نرجع للولد ونكون نحن مرتاحين طبعاً أنا حاب أرجع على نقطة حكيتية أنت وبعتقد أنها مهمة لكثير المربيين وهي أنه الطفل دائماً على حق هون تحديداً كيف يمكن يتعامل الأب والأم مع الطفل الذي أخطأ شو هي أهم النقاط اللي لازم يأخذوها بعين الاعتبار رح أقلك مثال عملي ومجربته شخصياً كان في عندي لما كانوا صغار هلأ بقياً نكبروا شوي كان في عندي قائمة بالبيت هي قائمة العقوبات نعم قائمة العقوبات في عنا قائمة للجوائز والمكافئات وفي قائمة للعقوبات فالطريف الموضوع أنه الجوائز والحوافز كتير كتير سهلة فيطلع الولد اللي عمل شغلة حلوة اللي ماما بدي قائمة يطلع واحد هاي ولا هاي ولا هاي اختار هو الجائزة اللي بده ياها طبعاً لازم تليق بالعمل يعني يكون مستوها نفسه طب نجي على العقوبات اللي هي مرصودة ومكتوبة وبعرف كل واحد شو عمره وشو المناسب لأله فكانت بقائمة فيه فيروح يدور على زنب كبير يطلع له عقوبة صغيرة فقالوا لا هذا الزنب يستهل نقطين مثلاً كل زنب له نقطة فالزنب الكبير له نقطتين أو ثلاثة الأكبر أكتر وهكذا فنجي نتفاوض على العقوبات وهو مبتسم ليه لأنه متفقين على العقوبات التي تليق بالزنب ما يكون كتير زنب كبير والعقوبة الصغيرة ما بتنفع أو العكس فيجب يكون الأعمار والمراحل العمرية مناسب للعقوبات وتناسب الفعل نفسه يعني مثلاً كسر شيء هو اللي يلمه هو اللي يضب بالأشياء ويكبه بالنزاق نعم طيب أخيراً النصائح التي تريدين أن تصليها للمربيين في منازلهم في هذه اللحظات ما هي؟ أهم شيء أهم شيء أعزائي جميع المشاهدين لما من نكون مربين نوعاً أنه هي أمانة ونكون متوازنين لا نعمل حماية زائدة لأنه الدلال المصرف يجعل من الطفل نوع من الاتكالية عنده نوع من حد المسئولية عدم حل المشكلات لما بد البابا والماما يساعدوا وإذا كان نشدينه كتير وحزمنا كتير فبالتالي الولاد سيكون آسي على نفسه وآسي على والدي وعلى المجتمع فالتوازن هو مطلوب بالتربية جميل إذن بهذه النصيحة بنختم متشكرك وجودك معنا وكلها المعلومات القيمة السشارية التربوية نورا نحاس شكراً لنا جزيلاً شكراً لكم